عارفين شوية البلح اننا شفين البقين من رمضان مش عارفين نعمل بيوم ايه ومرمين في كل مكان شوية كده وما فيش حد عايز يقرب منهم تعالي بقى من نهارته هقولك في الفيديو ده في خمس دقيقة هتعملي وصفة حلوة جدا ومفيدة جدا 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 وهتفيد الولاد وهتفيدنا احنا في فترة الامتحانات دي والناس اللي دايما تشتكي انها تعبانة ومعندهاش موجود تعالي شوفي في الفيديو ده ازاي عملت البلح لوصفة طعمها وشكلها رهيب جدا انا ميش هيني ودي قناتي على اليوتيوب لو لسه اول مرة تشوفيني اتمنى ان انت تشاركي في القناة عندي وتبقي واحدة من اسرتنا الجميلة اول حاجة خالص انا جبت البلح وغسلته كويس جدا اكتر من بره لغاية ما تأكدت ان هو الندف تماما زي ما انت شافة كده هصفي بقى البلح كويس عندي وبعدين هجيب ميا مغلية وهحطه في الميا المغلية دي وهنقعو لمدة خمس او سبع دقيقة على حسب درجة النجافان بتاعت البلح اللي عندك انا هنا بنقعو لان هو ناشف جدا وطبعا انا عايز ان انا احطه في الكب عندي او الخلاط بس يفضل الكب فعايزي يبقى طري شوية عشان عارف ان انا تعامل معي واتطلعي بقى النقا منه زي ما انت شافة كده لغاية ما تخلصي الكمية كلها طب لو انت عندك البلح اللي هو الطري مش ناشف برضو هتستغني خالص عن فكرة انت تنقعيه في ميا سخنة وتستخدميه على طول يبقى كده خلاص انا نقعته في المياه سخنة لمدة خمس دقيق وبعدين شلت النقا منه وبعدين حطيته في الكبه حطي بقى نص كباية مياه سخنة وبدأ ان ينسي اضربيه كويس هو هياخد منك وقت شوية حوالي سبع دقيق لغاية ما يتضرب ويتفرم كده شوية بس انا مش بفرومه قوي لدرجة ان هو يكون زي الزبدة ويطстрой انا بفروت بس الموادي خشن علشان احس انا باكل حاجه كده خشن شوية مش سايبة قوي وبعدين اضغونا انت مقصرات عندك موجودة بندق أعين جمل سوداني اي مقصرات عندك تمام دي فها وبعدين حطي معلقتين كبار من السمسم يجمع في نسبه كالسيوم عاليه جداً المعلقة واحده بس بتعادل ست كبات من به الكالسيوم تاجها وضيفي بقى نصف معلاقة من القرفة مطحولة مهمة جداً القرفة مع السوداني مع البلح يا جماعة طعم حلو جدا وميز جدا وبرده اللي فيهم كده لفتين في الكبة زي ما انت شافت كده ما شاء الله عملك عجينة بتبقى متمسكة ومش بتلزق خالص يا جماعة لو انت زودت المية سخنة هتبدأ ان هي تفرم فرم ناعم جدا وتلزق بقى وكده انا هنا يعني مش هضيف اي نسبة سكر خالص ولا كمان نسبة دهون ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة خالص لان نوع الوصفة هنا ده انا هعملها هلسي جدا وصحية جدا جدا ومفيدة جدا عايز اقولك للاطفال الزغيرين وكمان الكبار بجد حلوة جدا انا كده خلاص خلصت العجينة بتاعتي زي ما قلتلك البلح والمقصرات والسيمسل ودقي بقى هنا قوريهم قور كلهم تقريبا حجم واحد بستخدم نفس المعلقة علشان يديني نفس الوزن بتاع الكورة وبقورهم زي ما انت شافة كده بجد وصفة يا جماعة حلوة جدا 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 انا مي شهين ودي قناتي على يوتيوب لو لست اول مرة تشوفيني يشرفني ان انت تبقي معي على القناة وتبقي واحدة من قسرتنا الجميلة وما تنسيش بقى اللايك والشير للفيديو وطبعا استنوا مني ان شاء الله فيديوهات جاية كتير حلوة زي ما انت شايفين كده خلاص شايفيني الكميل اللي طلعت يا جماعة بجد يعني طبق البلح ده عمل الكميل ده كلها تعالي بقى هنا هاتي طبعا ده اختياري انت ممكن تحطيهم في التلاجة على الاساس ده وتحطيهم في علبة وتقفليهم ويبقى خلاص كده الوصفة خلصت بس انا علشان انتوا عارفيني ويجاد بقى بيحبوا الحركات بقى وانتوا عارفين فاستخدمت كان عندي 150 جرام من الشوكولات البيضة وكمان الدارك وسيحتهم بسيحهم على حمام مائي ولو موجود المايكرويف ستخريهم المايكرويف لمدة مسلا سبع دقايق وهيتصيح معاك كويس جدا ممكن نضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت الشوكولات يا جماعة من الحاجات اللي هي بتسيح بالزيت مش بالمية ولا باللبن تمام يعني انت لو عايزة تخلي سمكة خفيف بتحط لها زيت مش مية ولا لبن خالص زي ما انتوا شايفين بقى كده بحط كده الكرة في الويت شوكولات كده وبعدين بغلفها بجزء الهند ممكن بقى تغلي فيها بالفرماسية اللي ممكن تغلي فيها بالقطع من الشوكولات برضو اللي هي النشفة بجد يا جماعة شايفين الجمال بصوا الشياكة بجد عارفين هي دي بقى وصفة كرات الطاقة بجد كل خبراء التغذية وصوا بيها جدا بزيت الاطفال اللي ما عندهاش مجهود او القليدين في الوزن او احنا الكبار اللي دايما تقولي انا تعبانة وما عنديش نفس نعمل حاجة وعلى طول تعبانة ومرحقة بجد جربي تكلي كرة واحدة بس في اليوم من الوصفة دي وشوفي هتديكي كمية الانرجي قد ايه في يومك وبجد طعمها حلو جدا المكس بتاع المكسرات مع البلح مع السمسم بجد طعمها حلو جدا واهم من كل ده ان هي هلفي جدا صحية جدا من غير اي دهون ولا اي سكريات وهتعمل كمية حلوة قوي وطبعا بدخلها على رف التلاجة مسلا مدة ساعة بس تتمسك كده شوية زي ما انتم شايفين وبعدين يا سيدي عالجمال شايفين يا جماعة بجد الشياكة وصحية جدا وحلوة جدا ومفيدة جدا بتحطيها في علبة وتحتفظ بيها وزي المؤترك بتقدمينهم شايفين من جوة عمنا ازاي يا جماعة ما شاء الله طعمها حلوة قوي قوي يعني بجد كانت وصفة من الوصفات اللي ان شاء الله مش راستغنع عنها ابدا وشكرا ليك